انطلقت اليوم بمراكش أشغال الدورة الحديدة عشر للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية تحت شعار السرعة الفائقة السككية السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي وذلك بمشاركة صناع القرار وسلطات معنية بشؤون النقل وشركات السكك الحديدية الدولية وفاعلين أساسيين في مجال النقل متعدد الوسائط وهذه النسخة من مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء والتي نظمها المكتب الوطني للسكك الحديدية بشركة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والتي تتواصل إلى غاية العاشر من مارس الجاري تعكس تكريسا للدور الريادي الذي يطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة كما يعد هذا المؤتمر الدولي ألها مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة والتي لم تستنفذ بعد رصيدها من الحلول والمزايا الملائمة لكوكبنا لمواكبة نمو الحركية المستدامة على النطاق العالمي وبحسب المنظمين فإن ثلاثة ملايير مسافر يستعملون القطارات فائقة السرعة كل سنة كاشفين أن هذا العدد الهائل يرتفع بوتيرة متسارعة تواكب التوسع المتزايد والتطور المستمر الذي تعرفه شبكة السرعة الفائقة عبر العالم وكذا الخدمات المرتبطة بها